عن دور الاتحاد يا دكتور الاتحاد عليه مسؤولية كبيرة جداً بأخير الفترة اللي جاية في ظل التحديات اللي موجودة ماذا سيقدم الاتحاد العالم الإسلامي؟ عندنا أجندة طموحة جداً عملنا خطة عامة الحقيقة والحقيقة يعني لا أستطيع إلا أن أشكر أيضاً معاني الأستاذ دكتور مجد القاسبي رئيس المجلس تنفيذي للاتحاد الزعادة والإسلامية ورئيس الجماعية العامة على الدعم اللي بنجده من دورة المقر من الجماعية العامة للخطة الطموحة اللي حطناها في سبيل النهوض بالاتحاد لأن يمكن أزمة كوفيد اللي جات يمكن عملت نوع من الاسترخاء شوية في الأنشطة بتاعت الاتحاد على مدار أكتر من عامين لكن أقدر أقول أنه بيستعيد قوته ونشاطه الفترة الجاية عندنا أجندة طموحة جدا بتسير في عدة أطر أولاً أن الاتحاد لازم يكون هو المستشار لجميع الدول العربية والإسلامية في المد بالنصح والإرشاد فيما يخص ما يقدم من إنتاج براميجي أو درامي يجب أيضاً أن يكون هناك مجموعة من الحقائب الإخبارية سنبدأ نبثها إن شاء الله بعد العيد مباشرة سنبث ست حقائب إخبارية لجميع الدول العضاء في الاتحاد ويمكن أن أمر أعلن هذا الخبر النهاردة من خلال بروتوكول تعاون عملنا مع الأسبو واتحاد إذاعات الدول العربية الاتحاد أيضاً مهتم جداً بدورات عشان كده إحنا أنشأنا أكاديمية سوف يعلن عنها في مقر الاتحاد في جده للتدريب الإذاعي والتليفزيوني والوسائل الإعلامية الحديثة عظيم ده أكاديمية موجودة داخل مقر الاتحاد الاتحاد أيضاً بصدد أنه يعمل فند كبير لإنتاج أعمال درامية تاريخية دينية بشكل عصري بشكل تكنولوجي عالي بجودة فنية وتقنية عالية جداً الحاجة الأهم دورات التدريبية لتأهيل مقدم البرامج الدينية وده النقطة اللي احنا كنا نتكلم فيها أثناء فترة الصراحة ما هي مواصفات مقدم البرامج الدينية ماذا يقول كيف يتحدث اللغة المستخدمة طريقة أسلوب الحوار الثقافة الخلفية اللي موجودة عند هذا المقدم قبل أن يتحدث ويدله بدله في رأي ديني خلفياته إيه وأسانيده إيه ومصادره إيه لأننا لا نستطيع أن ننقذ التأثير والتأثر من خلال المتلق فعندنا أجندة طموحة جداً عندنا يمكن في جنبيا الشهر الجاي مظبوط في دورة عندنا في جنبيا بعد كده عندنا في السودان عاملين دورة عندنا في الأردن إن شاء الله عندنا دورة عندنا في ماليزيا في دورة في خطة طموحة أن الاتحاد يكون كمان له مكاتب موجودة في دول العالم المختلفة في القرارات الأربعة فأقدر أقول حضرتك بشكل مختصر أن إن شاء الله سوف أشهد اتحاد الإدعاة الإسلامية خلال هذه الدورة الجديدة نشاط مكسف لخدمة الإسلام والمسلمين والإعلام بشكل عام والإعلام الإسلامي بشكل خاص في سبيل تقديم نوعية جيدة وأيضا مخرج جيد للإعلام المتميز في مجال العمل الديني والتوعوي والتوجيهي والخاص بالحوار الديني أيضا فيما يخص الدراما الدينية لأننا نحن يمكن غابت عن الشاشات الفترة اللي فاتت البرامج أو المسلسلات الدينية الاتحاد بصدر إحنا مش بننتج إحنا بنعمل فندز أو بنعمل حساب بنقول الدول الأعضاء اشتركوا معنا كلنا هنعمل مسلسل ديني عن الشخصية أو عن الحدث الفلاني وبيتم اختياره بعناية تحقق أهداف الاتحاد ووسطية الإسلام وبننتج هذا العمل وبيتم بثه بالمجان على 57 دولة إما مدبلج أو مترجم بلغات دول الأعضاء المختلفة إحنا بينقصنا فعلا بإنتاج أعمال درامية دينية يعني قالنا كثير ما شفناش عمل درامي خلينا نقول حتى يعني مش هنقول بإنتاج ضخم لكن حتى إنتاج متوسط مش بقلاش بنشوفه مؤخرا كتير